بما أنه رمضان والصيام هو باب من أوسع أبواب الله في الرحمة والمغفرة والثواب يعني هب أن أنا شخص يعني مش متعبد أوياً لكن خلاص عايز أغتنم رمضان لكن أنا مش متعبد يعني مش مواظب على الصلاة مش مواظب على القرآن مش مواظب على الفروض والعبادات وداخل علي رمضان وخلاص رمضان بكرة أستعد إزاي لاغتنام هذا الشهر وأنا نفسي وشيطاني يعني كلهم هوى يعني عشان جميل جداً أكيد دلوقتي أي مشاهد كريم مستني جواب الشيخ يا عبدت رمضان إله رمضان في غير رمضان لا 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 يا سيدي مش ده خالص منهج في الكلام الفكرة إنه هو سوق وعرض وغنيمة من الله سبحانه وتعالى أعطانا أعمار قصيرة لكن أعطانا نفحات كبيرة جداً وعظيمة جداً منها هذا الشهر الكريم الشهر الكريم أنا ما أتعاملش معه عقلي ما أتعاملش معه على إنه شهر كلمة شهر معنا طويل عام معناها طويل لكن لو أتعامل معه إنه هو ساعات ربنا سبحانه وتعالى أدني 750 ساعة عرض احسبهم ما حسبتاش أنا قبل كده احسبهم رمضان كم ساعة 750 ساعة مثلاً يقل أو يكثر يعني عندنا 30 يوم اليوم في 24 ساعة اضرب 24 دول كلهم على بعض تقريباً بيجينا حاجة 740-750 ساعة طيب 750 ساعة دول أحنا منهم كم ساعة ثلث 8 ساعات بناماء بكل يوم وليلا طاروا مني ثلث هذه المدة المدد الثانية موجودة أنا ما كلنا بنشتغل بننزل الشغل والشغل عبادة في رمضان ونعمل ونجتهد ونرتب أمور كتيرة جداً وربنا يعيني الناس اللي تشرب قهوة الصفحة دول يعني وأنا واحد منهم فيبقى مش مركز مش فاي طيب عندي ساعات العمل دي لي هو واجب علي أن أعملها الثلث الثاني 8 ساعات العمل اليومي الدوام فضلي من 750 كم ساعة يعني أصبحوا الثلث الأخير منها 250 دول هل حضيع منهم حاجات ماينفعش أني ممكن أشوفها في غير رمضان لو أنا بتابع حاجة معينة ممكن أشوفها بعد رمضان ما عنديش أدنى مشكلة لكن الساعات دي مش هتتعود بعد رمضان الساعة دي لو صليت فيها صلاة واحدة النافلة فيك الفريضة فيما سوى لو جيت صليت ركعتين بعد الظهر أو بعد العصر قبل العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ركعتين ها تثاب عليها وكأنك صليت الفريضة فيما سوى رمضان ولو صليت الفريضة في رمضان في جماعة في مسجد والحمد لله بالعالمين وزارة الأوقاف فتحت المساجد وجعلت أمور كثيرة جدا أصل فيه بسبعين الصدقة فيه مضاعفة الحسنة فيه مضاعفة جبر الخاطر فيه مضاعف هو سوق فعندك 250 ساعة اغتنمهم لأنه أعمل تايم رح حط الساعة كده خليه تشتغل تك 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 تب أن تعينك عليها وتسارع أنك تتغتنم هذا الوقت فلما تلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك فيه أربع ساعات مستجابة فيه الدعوة أربع جمع قبيل المغرب أولا هذه الساعة أشار عليها العلماء أنها دعوة مجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل صائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ففرحة الفطر قيل أنه فيها الدعوة مجابة ساعة الاستجابة ساعة الإفطار الأمر الثاني ساعة مستجابة في غفلة الناس الناس مجرد ما سمعوا المدفع ضرب حيحصل إيه؟ كلنا للصب يا بقى للطمر وللمية في غفلة الناس الدعوة مستجابة لو أنت بس كسرت صيامك يعني بنص طمرة وتوجهت لله سبحانه وتعالى بدعوة أنت عايزة رتب هذه الدعوة فأيضا الدعوة مستجابة هذه الأعمال الصالحة الكثيرة جات في هذه الساعات نوع ما تاخدش نوع عبادة معينة لأن النفس ملولة فنوع لها العبادات خلي في شيء من الصلاة خلي شيء من الصدقة خلي 30 جنيه موجودين عندك من دلوقتي كل يوم تصدق بجنيه جنيه واحد بس وفك يا سيدي ما تتعبش نفسك خليهم كده كل يوم تصدق بهذا لما تلاقي نفسك تعودت إيدك على العطاء وجنيه ما هوش رقم عشان يخليك في رياء وممكن ما يبسطش الناس الفقراء لكن أنت بتروض نفسك أنك تتعود أن في هذا الشهر التاسع وهو شهر رمضان شهر الولادة من جديد لهذه الروح ولهذا الجسد فاحنا نتبرع بهذا الجنيه يوميا خلي الصدقات أو خلي الحسنات أو العبادات أليلة بس متصلة زي ما بيقول العلماء قليل متصل خير من كتير منقطع أنا بصلي ركعتين بس دومت عليهم بعد رمضان أحسن بني أصلي 100 ركعة في رمضان جاش أول سلام عليكم بقى نروح للساحل وبقى نصيف وننزى كل اللي احنا كنا بنعمله إذن لو أنا يعني عايزة أغتنم هذا الشهر أتعمل معاه بالفكرة اللي حضرتك قلتها بتاعت إنه 250 ساعة يعني إيه؟ مش عارف أقولها ولا لأ؟ شوبينج فيه يعني خيرات الله ورحماته 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 صحيح تسوق في أسواق الحب سبحانه وتعالى واختر أطايب الأكل منها خذ الصدق وخذ الزكاة وخذ الركوع وخذ السجود والدعوة وجبر الخاطر يا سيدي من الأشياء الجميلة جدا حكتين بوسط جدا 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 وكل إنسان فين يقدر يعملهم كم من إنسان يدخل للمسجد في شهر رمضان؟ تلاقي أول المسجد بسم الله ما شاء الله أول يومين ثلاثة بس لو دخلت وتذكرت دعاء الإمام سيدي محمد الريس الشافعي صاحب المذهب الشافعي قوله رضي الله عنه نويت الاعتكافة في هذا المسجد ما دمت فيه انت داخل داخل كده كده داخل يعني صح؟ بس قولي الكلمة دي نويت الاعتكاف يا سيد اختصرها نويت الاعتكاف ما تكملش البقية يعني لو عرفت تكملها شكرا ما عرفتش بس نويت الاعتكاف دخولك للمسجد وصلت الظهر أو العصر وركعتين دول وطلعت كتب لك أجر الاعتكاف طي دي حاجة حلو حاجة ثانية أحلى الحاجة الثانية الأحلى لأن احنا في سوق وبنشتري وبنشوف العروض ده بكام وده بكام أهو سيدنا الإمام الشافعي قال لك أعمل الحاجة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا شيء آخر قال من سار في خدمة أخيه أو من سار في قضاء حاجة أخيه صلى الله عليه وسلم فاغبرت قدمه حرم على النار يعني انت نزلت معه مشوار بس بوصله لغاية عربيته يعني بس وساعده في حاجة فاغبرت قدمه يا في سبيل الله سبحانه وتعالى من اغبرت قدمه وفي سبيل الله حرم الله عليه النار يعني انت عايز عرضة أحلى من كده فين؟ واحدة بس الحاجات دي بتطمع الناس وإحنا عايزين يطمعوا فيما عند الله سبحانه وتعالى لا أقصد إنه هل أنا أعمل كده وخلاص ولا يعني أعمل ده ولو يعني وأتبع السيئة الحسنة أتمحوها كلما وجدت نفسك وقعت في دم كله ابنه أدى مخطأ سارع مباشرة بحاجة تانية النبي صلى الله صاحبه وسلم أشار علينا أنه المرأة البغي التي كانت من بني إسرائيل طلعت من معصية وذنب كبير جدا لكن شافت كلب محتاج مية سأته فالله سبحانه وتعالى غفر لها بذلك الفعل وأتبع السيئة الحسنة أتمحوها كلنا مخلطين خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئة احنا عندنا ميزان ماشيين كل يوم بنحط فينه كفة حطيت في إبليس عايزني دايما يؤسني ما فيش حاجة كويسة خلاص أنت بتعبي هنا فبما أنك بتعبي في السيئات فخلاص خربها لا خلي في توازن والله سبحانه وتعالى لما يرى منك أنك تحاول أنك تقدم في الخير وتدفع عن نفسك الشر يوفيقك الله سبحانه وتعالى موسيقى